السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف التاسع موعدنا اليوم مع درس التماسل في الاشكال ثنائية الابعاد ده الدرس رقم 8 واحد تابعوا معي الشرح بعض الفاصل انا محمود حنفي ودي قناتكم قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم اعزائي الطلاب من جديد النهاردة ان شاء الله هنشرح درس جميل جدا وسهل جدا بس ياريت قبل ما نبدأ الشرح اعملوا لايك للفيديو وشاركوه مع كل اصحابكم واشتركوا في القناة لو انتوا لسه اول مرة تزورونا دعمكم المستمر للقناة وسر نجاحها ومنتظرين تعليقاتكم الايجابية اسفل الفيديو يلا بنا نبدأ في البداية طبعا هنتكلم على التماثل في الاشكال ثنائية الابعاد وهنعرف يعني اصلا كلمة التماثل في البداية لازم نعرف ان التماثل لنوعين اولا التماثل حول محور ثانيا التماثل الدوراني في البداية طبعا هنتكلم مع بعض على التماثل حول محور اذا امكن طي شك ليتطابق احد النصفين تماما مع النصف الاخر يكون هذا الشكل متماثلا حول محور يعني ايه الكلام دا لو شفنا مثلا المسلس دا شايفين الخط المنقط اللي في النص هذا الخط قسم المسلس الى نصفين متماثلين تماما بحيث لو انا عملت الطي لهذا المسلس عند هذا الخط سوف يتطابق الطرف الايمن مع مين مع الطرف الايصى يعني لو عملت ثاني للورقة هللاحظ ان الطرفين يتطابقان تماما غير مثلا لو بصيت للمسلس التاني اللي هو المسلس بقى هل يمكن ان انا استطيع رسم خط مثلا يقسمه الى نصفين متماثلين تعالوا نشوف مع بعض كده هل لو انا سامته بالخط دا هل كده النصفين اللي فوقه اللي تحت المتماثلين طبعا لا طب هل لو انا اسمته بالشكل دا كده هل النصفين اللي يمين واليسار متماثلين طبعا لا طب لو انا اسمته بالشكل دا برضو هل النصفين الاعلى والاسر متماثلين طبعا لا يبقى اذا هذا الشكل لا يوجد له خطوط تماثل انما الشكل الاولاني دا كان له خط تماثل لانه فعلا اسم الشكلين الى نصفين متماثلين وهذا النوع من التماثل بيسمى تماثل حول محور يبقى لو انا حبيت اعرف التماثل تكون الاشكال ثنائية الابعاد متماسلة اذا امكن تقسيمها بخط مستقيم الى نصفين متطابقين زي الاشكال اللي انتو شايفينها قدامكم دلوقتي هذا الشكل يمكن تقسيمه الى نصفين متماسلين بهذا الخط الاحمر المنقط وهذه النجمة نفس الموضوع ادر تقسمه الى نصفين متماسلين وهذا السهم ادر تقسمه الى نصفين متماسلين اما التماثل الدوراني وده النوع التاني فكرته قائمة على ايه قائمة على ان اي شكل بعمله دوران بزاوية 360 درجة يعني بلفه دورة كاملة مع المحافظة على نقطة مركزه في الموقع الثبات يعني المركز بيكون ثابت وبنشوف هذا الشكل اثناء دورانه بيتطابق على نفسه كم مرة فمثلا اذا تطابق مرة واحدة في النهاية فبنقول ان رتبة التماسل الدوراني بتاعته واحد اما اذا تطابق مرتين فرتبة التماسل الدوراني اثنين وهكذا زي مثلا المربع اللي انتوا شايفينه ده حطيتنا هنا نجمة عشان نبين الدوران بتاعه فلو لاحظنا انه لما دورته زاوية 90 انطبق على نفسه يعني نفس الشكل لما دورته بزاوية 180 انطبق على نفسه ايضا بزاوية 270 انطبق على نفسه بزاوية 360 انطبق على نفسه يعني انطبق كم مرة اربع مرات واحد اثنين تلاتة اربعة فنقدر نقول ان ردبة التماسل الدوراني في هذه الحالة بتسوي اربعة لماذا لانه انطبق على نفسه اربع مرات خلال الدورة الكاملة يلا مع بعض نشوف اشكال متعددة ونقدر نجاوب على هذه الاشكال بطريقة سهلة وبسيطة دلوقتي انا هديكم بعض الاشكال ليس لها محور تماثل وردبة التماسل الدوراني لها واحد الشكل الاول اللي هو المسلس هذا المسلس مختلف الاضلاع فبالتالي مقدر شرسم له اي محور تماثل من اي اتجاه ولو دورناه لا ينطبق على نفسه الا مرة واحدة في النهاية هذا الشكل ايضا لا يمكن تقسيمه من اي اتجاه يعني لو عملت كده او كده لا يمكن تقسيمه الى نصفين متماسلين تمام حتى لو رسمت بالشكل ده الضلع اللي هنا اصغر من الضلع اللي فوق فبالتالي غير متماسلين فبالتالي ليس له محاور تماثل ولو دورناه حبينا اللفه 360 درجة لا ينطبق على نفسه الا مرة واحدة فهذا الشكل ايضا ليس له محور تماثل وردبة التماسل الدوراني له واحد ايضا هذا الشكل ليس له محور تماثل وردبة التماسل الدوراني واحد وهذا الشكل ايضا ليس له محور تماثل وردبة التماسل الدوراني له واحد تعالوا نشوف مجموعة من الاشكال الاخرى في بعض الاشكال لها محور تماثل واحد وردبة تماثل دوراني واحد زي المسلس متطابقة ضلعين وزي الشكل اللي موجود قدامكم دلوقتي اللي هو السهم ده ممكن اقسمه منين ممكن اقسمه من النص كده يبقى له خط محور تماثل واحد ولو رد بالتماثل دوراني واحد عندكم برضو شبه المنحرف ممكن أقسمه من النص من هنا كده يبقى له خط تماثل واحد ولو رد بالتماثل دوراني واحد ده اسمه شبه منحرف متساوي الساقين وده طبعا سهل وده طبعا مسلس متطابق ضلعين في بعض الأشكال بقى بيكون لها محورين تماثل ولها رد بالتماثل دوراني اتنين الأشكال دي عرفوها عشان تقدروا تجاوبوا على أي سؤال يجيلكم مثلا زي المستطيل له كم محور له اتنين اللي هو من نص من هنا كده ومن نص من هنا كده له اتنين اللي شبهه مين حاجات شبه المستطيل زي مثلا الشكل ده يشبه للمستطيل بس منحني من على الأطراف برضو هيكون له كم محور تماثل أيضا هيكون له محورين تماثل محور كده ومحور كده زي وزي المستطيل بزبط أيضا المعين له كم محور تماثل له اتنين ايضا الشكل البيضاوي له برضو نفس الشي محورين وبرضو ردب التماثل دوران اثنين يبقى الاشكال دي كلها لها محورين تماثل ولها ردب التماثل دوران اثنين كلها شبه بعضها تقدروا تستنتجوها من نفس الشكل يعني طب اشكال لها تلات محاور وردب التماثل دوراني ثلاثة زي المسلس متطابق الاضلاع له تلات محاور تماثل وله ردب التماثل دوراني ثلاثة ايضا الشكل ده يشبه المسلس لأنه له ثلاث أركان فممكن أقسمه بالمحور الأول هنا والمحور الثاني هنا والمحور الثالث هنا وأيضا له ردب التماسل دوراني ثلاثة وفي أشكال لها أربع محاور تماثل وردب التماسل دوراني أربع وكلها بتكون شبهيها للمربع زي مثلا المربع وده شكل قريب من المربع لأنه له أربع أركان أيضا ده شكل قريب من المربع لأنه له أربع أركان وهذا الشكل أيضا قريب من المربع كلهم لهم أربع أركان متساوية فممكن مثلا أقسمه المربع ممكن أقسمه من نص هنا أو من النص فوق أو من على الجانب هنا أو من على الجانب الآخر نفس الموضوع ده مرضو ممكن أقسمه من نص هنا من النص فوق من الجانب هنا أيضا من الجانب الآخر كل الأشكال هتقدروا تقسموها بنفس الطريقة هذا من النص نفس الشيء وهذا من النص هنا ومن الجانب الأيمن هنا ومن الجانب الآخر كلهم بيشتركوا في نفس الصفات تقريبا فكلهم هيكلهم رتب التماسل الدوراني أربعة وعدد المحاور التماسل لها أربعة شايفين؟ تقريبا كلها نفس الشكل وفي أشكال لها عدد لا نهائي من المحاور ولها رتب التماسل الدوراني لا نهائية زي مين؟ زي الدائرة طبعا لأن الدائرة ممكن أقسمها من أي اتجاه ورتب التماسل الدوراني لها نفس الشيء بتكون عدد لا نهائي تعالوا بقى نجاوب على الأسئلة كده تعرفنا على الأشكال معظم الأشكال تعرفنا عليها وإن شاء الله ما يجلكمش أي شكل غير الأشكال دي احنا عملنا حصر المعظم الأشكال في ملاحظة مهمة جدا لازم تعرفوها إن الأشكال المنتظمة زي مثلا الخماسي المنتظم أو السداسي المنتظم أو السباعي المنتظم أو الثماني المنتظم بيكون عدد أضلعها بيساوي عدد المحاور بتاع التماسل لها بيساوي رتبة التماسل الدوراني لها يعني مثلا الخماسي له خمس أضلع وعدد محاور التماسل له خمسة وكمان ردبة التماسل الدوراني خمسة نفس الشيء السداسي عدد محاوره ستة وردبة التماسل الدوراني ستة السباعي عدد المحاور سبعة وردبة التماسل الدوراني سبعة الثماني وهكذا يعني اي شكل منتظم بينطبق عليه هذه الميزة ان عدد محاور التماسل بتساوي ردبة التماسل الدوراني بتساوي عدد الاضلاع كمان فيه معلومة مهمة جدا ان متوازي الاضلاع الشكل ده عدد محاور تماثله صفر في بعض الطلاب بيقول انه عنده محورين نرسم كده محور وكده محور وطبعا ده غلط لماذا؟ لانه عنده ضلع اكبر من ضلع اخر فبالتالي ما ينفعش اسمه بالشكل ده ولا بالشكل ده اذا عدد محاور التماثل له كام صفر اما ردبة التماثل الدوراني له اثنين وركزه اوي ان المتوازل اضلع لما بيلفه بينطبق على نفسه مرتين يبقى عدد محاور التماثل صفر وردبة التماثل الدوراني له اثنين وده طبعا خاص بمتوازل اضلع فقط تعالوا بقى نجاوب على الاسئلة هنجاوب على اسئلة كتاب الطالب 881 ارسم المضلعات التالية واستكشف عدد محاور التماثل وردبة التماثل الدوراني لها طبعا المربع احنا اتفقنا له اربع محاور تماثل وردبة التماثل الدوراني اربع المستطيل زي ما اتفقنا اثنين وردب التماسل الدوراني اثنين المثلث من تطابق الأضلع بيكون ثلاثة وردب التماسل الدوراني ثلاثة المثلث من تطابق ضلعين عنده محور تماثل واحد وردب التماسل الدوراني ايضا واحد مختلف الأضلع ما عندهش محور تماثل يعني صفر وعنده ردب التماسل الدوراني واحد الطائرة الورقية دالتون اللي هو شكلها ازاي بيكون شكلها كده عندها ضلعين متطابقين قصيرين وضلعين متطابقين طوال فبالتالي ممكن تقسمه ازاي؟ ممكن تقسمه من الشكل ده كده بمحور واحد فقط وطبعا رتبة التماسل الدوراني هتكون واحد لأنه هينطبق على ناسه في النهاية متوازن الأطلاع زي ما اتفقنا صف عدد محاور التماسل صف وله رتبة التماسل الدوراني اتنين المعين اتنين اتنين الخماس المنتظم خمسة خمسة سداسي منتظم ستة ستة سماني منتظم ثمانية ثمانية اتفقنا لأشكال المنتظمة بيكون نفس عدد الأطلاع هو نفس عدد محاور التماسل هو نفس رتبة التماسل الدوراني تعالوا بيقول لي انسخ الأشكال وارسم جميع المحاور تعالوا نرسم المحاور الشكل ده لو كان محور تعالوا نعد مع بعض ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهنا ثمانية يعني لو تمن محاور تماثل طب الشكل ده قلناه قبل كده لو اربعة لأنه شبيه المربع لو اربعة اركان واحد اتنين تلاتة اربعة وده نفس الشي برضو واحد اتنين تلاتة اربعة طب ده له واحد بس في النص هنا النجمة دي طبعا هنسمى من عنده الرؤوس كده ادي واحد وبين الرؤوس ادي كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية لها تمانية ايضا هنا له اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة نجي بقى على تبارين كتاب الطالب ارسم خط التماثل لكل شكل طبعا الهلال له خط واحد هنا والمثلث من الطابق الاطلع له تلاتة ادي واحد اتنين تلاتة المربع له اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة والشكل ده زي اللي فوق شبيه لي زي الشكل ده بالضبط بس ده كان موجود في كتاب الطالب ده موجود في كتاب النشاط ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة هنا النجمة الخمسية ادي واحد بعدين اتنين تلاتة اربعة ودي الخامس خمسة هنا شبه المستطيل يبقى له اتنين واحد اتنين ده ايضا شبيه للمستطيل يبقى له اتنين واحد اتنين طبعا ده مالوش خالص فنقدر نقول ايه بقى نقدر نقول ان العدد هنا واحد ورتبة التماسل الدوراني ايضا واحد هنا تلاتة ورتبة التماسل الدوراني تلاتة هنا اربعة ورتبة التماسل الدوراني اربعة هنا اربعة ورتبة التماسل الدوراني اربعة هنا خمسة عشان دين نجمة خمسية وردبة التماثل الدوراني خمسة هنا اثنين وردبة التماثل الدوراني ايضا اثنين وهنا اثنين وردبة التماثل الدوراني برضو نفس الشيء اثنين اما هنا صف لا يوجد محاور تماثل دوراني وردبة التماثل الدوراني هتكون واحد السؤال الثاني في كتاب النشاط بيقول لي ما عدد محاور تماثل المعين طبعا المعين له محورين محور كده ومحور كده افك ورأسي رتبة التماثل الدوراني له كام اثنين برضو هنا بقول لي ارسم شكل الربعي الليس له محاور تماثل ولا تماثل دوراني فترسم اي شكل رباعي مختلف يعني ارسم اي شكل رباعي يكون مختلف ما تتدرش تقسمه من اي اتجاه لا هو متوازع اضلاع ولا هو مربع ولا هو مستطيل ولا اي شكل بحيث ما يكونش له محاور تماثل وفي نفس الوقت لا يكون له تماثل دوراني بكده يبقى الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى يارب يكون الفيديو نال اعجابكم حلنالكم معظم الاسئلة اللي موجودة في كتاب الطالب وكتاب النشاط واعطنا لكم اشكال كتيرة متوقعة ناتيجة في الاختبارات اهتموا بالاشكال واعرفوا المحاور بتاعتها ايه ورتبة التماثل الدوراني لها كام عشان تقدروا تجاوبوا على اي سؤال سؤال الامتحان بيكون سهل دايما بيكون يا اما اختر يا اما اكمل ويا اما ارسم اللي هو المحاور اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته